الدبابة الطايجر أيقونة الحرب العالمية التانية واحدة من دلائل تفوق ألمانيا الهندسي ولكن هل كانت فعلا فعالة في الحرب ولا كانت هادر للموارد تعالوا نعرف الإجابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد حسني وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج واربس برنامج واربس الحرب والبزنس وأهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة معركة وسلاح ودرس والهدف من السلسلة أن نناقش وندرس أهم المعارك والأسلحة على مدار التاريخ العسكري ونشوف مدى فعالياتها في المعارك مدى فعالياتها في المعارك ومدى تأثيرها على الصورة الكبيرة وهي الحرب نفسها بس الأهم أن احنا نطلع بدروس عملية مستفادة نقدر نطبقها في حياتنا وفي شغلنا وكان لازم أول حلقة نبدأ بأشهر أيقونة في الحرب العالمية التانية في الحرب البرية وهي الدبابة الطايجر حلقة النهاردة مهدئة للمشترك ميدو الكريزي لأنه من عشاق ألمانيا والدبابة الطايجر وأنا عارف أنه هيختلف معي في حلقة النهاردة ولكن دائما اختلاف الأراء فرصة ممتازة للنقاش وتبادل الأفكار ونبدأ الحلقة من نهاية ملخص رأي ورأي كل العسكريين المعاصرين أن الدبابة الطايجر كانت تحفة هندسية كابوس ميكانيكي نجاح تيك تيكي فشل استراتيجي ونقف دقيقة هنا ونركز على كلمة تيك تيك تيكي وستراتيجي الدبابة الطايجر ونرى ما نطبقه?」 التيك تيكي هو ادبابة الطايجر على المعارك المباشرة التي تدخلها أما استراتيجي فهو تأثير بالدبابة الطايجر على مصاري الحرب بشكل عام وتعاون درس الدبابة الطايجر بشكل أوسع ونرى ماده تأثيرها على الصورة الكبيرة والمصاري الحرب بالنسبة للألمانيا الدبابات في الحرب لعالمينة الثانى كانت دائماً مقسومة ٣는 الدبابات خفيفة ومتوسطة وثقيلة الدبابات الخفيفة كانت أولى الدبابات التي تم تطويرها وكانت تستخدم في عمليات الاستطلاع وكانت هي محطة التجارب للدبابات الأكبر منها والدبابات المتوسطة كانت العمود الفقري لكل الدول المحاربة في الحرب العالمية الثانية أما الدبابات الثقيلة فهي راس الحرب بالنسبة للقوات المدرعة وهدفها واختراك دفاعات العدو وتسهيل عمل الدبابات المتوسطة بالنسبة لألمانيا في الحرب العالمية الثانية فكانت بتمتلك الدبابات الخفيفة بانزر 1 و 2 أما الدبابات المتوسطة فكانت بانزر 3 وبانزر 4 والشتج أو الاشتج واللي كان دايماً مبني بشكل أساسي على شاسية دبابة بانزر 3 وطبعاً الدبابة البانثر واللي كانت الاستجابة الألمانية المباشرة للدبابة السوفيتية T34 البانثر كانت هي تطور الطبيعي للدبابة بانزر 4 وبالنسبة للدبابات التقيلة فكانت أيقونة الحرب العالمية التانية وهي Tiger 1 وبعدين Tiger 2 فكرة الهيفي تانك أو الدبابات الثقيلة بدأت سنة 1937 مع شركة هنشل الألمانية الجيش الألماني كان يدور على دبابة ثقيلة مساندة للدبابات بانزر 3 وبانزر 4 وكان مفروض يكون وزن الدبابة 33 طن ولكن بعد فترة تم عمل تعديل للدبابة عشان يكون وزنها 40 طن وزيادة الوزن كانت بتكمن في زيادة درع الدبابة ولكن الفكرة بشكل عام تم تأجيلها لحد سنة 1940 مع معركة فرنسا في مايو 1940 اصطدم الألمان بالدبابات الفرنسية والبريطانية وكانت الدبابة المتوسطة الفرنسية سومة متفاوقة على الدبابة الألمانية بانزر 3 في الدرع ولكن الدبابات الألمانية بشكل عام تفاوقت في السرعة والتنصيق واستخدام اللي سلكي مشكلة الألمان ظهرت مع دبابات الحلفة الثقيلة من تراث شاربي الفرنسية وماتيل تاتو البريطانية لأن الدبابات دي كانت منيعة ضد كل الدبابات الألمانية وكل الأستحى الألمانية المضادة للدبابات مع عدل مدفع عيار 88 وظهر هنا الحاجة أن الألمان محتاجين دبابات أقوى وتدرحها أكبر ولكن مع نصر ألمانيا على فرنسا في مايو 1940 وإحساس التراخي أو الكمبليسنسي الألمان اتأخروا سنة كاملة لحد مايو 1941 في مايو 1941 انطلب من شركة هنشل وبورش أن هما يقدموا تصاميم دبابة وزنها 45 طن ومدفحها من عيار 75 ملي وكان مفروض الدبابة تكون جاهزة بحلول يونيو 1942 ولكن في يونيو 1941 ألمانيا بتبدأ غزو الاتحاد السوفيتي والعملية باربروسا الألمان بيصدموا صدمة جديدة بسبب الدبابات السوفيتية من تراز تي 34 وكيفي وان وده لأن المخابرات الألمانية ما حضرتش الحرب العالمية التانية الدبابة تي 34 دبابة متوسطة أما الكيفي وان فكانت دبابة ثقيلة واللي اتنين استخدموا مدفع من عيار 76 ملي الدبابة تي 34 كانت أفضى من بانزر 3 والبانزر 4 أما الكيفي وان فكانت منيعة ضد كل الأسلحة الألمانية المضادة للدبابات حتى المدفع عيار 88 علشان المدفع عيار 88 يقدر يدمر دبابة كيفي وان كان بيحتاج مجموعة قزايف مش قزيفة واحدة ودي كانت صدمة قصية للألمان لأنهم دائماً كانوا بيشوف السوفيت على أساس أنهم صابه يومنز أو أشباه بشر وسبب الصدمة إن إزاي أشباه بشر أو صابه يومنز يعملوا حاجة متفوقة على الدبابات الألمانية ومن النقطة دي تم تعديل المعايير علشان يكون وزن الدبابة 50 طن ومدفعها من عيار 88 ملي لأنه المدفع الوحيد اللي كان فعال ضد الدبابات السوفيتية تصميم الدبابة الطيجر كان مشابه لتصميم البانزر 4 ولكن وزن الطيجر كان ضاعف وزن البانزر 4 الطيجر كان وزنها 56 طن أما البانزر 4 كان وزنها 27 طن سبب زيادة الوزن هو استخدام المدفع عيار 88 ملي والدرع السميك للطيجر الدرع الأمامي كان سمكه 100 ملي متر أما درع المدفع كان سمكه 120 ملي متر والدروعة الجانبية كان سمكها 80 ملي متر وفيه صفاء حماية جانبية سمكها 60 ملي متر الطيجر ما استخدمتش الستوبد ارمر او الدرع المائل واللي كان موجود في البانثر والطيجر 2 استخدمت الدرع المستقيم ولكن نوعيته كانت عالية من الناحية الهندسية الدبابة الطيجر كانت تحفة هندسية ولكن من الناحية الميكانية كانت كابوس ميكانيكي علشان وزن الدبابة 56 طن كان من الصعب جدا هو يتم التحكم بيها باستخدام اساليب القيادة العادية في الدبابات التانية علشان كده تم تطوير اول باور ستيرنج او ديركسيون باور للدبابة الطيجر الدبابة الطيجر كانت اول مركبة ارضية في التاريخ تستخدم الباور ستيرنج او ديركسيون الباور وده خلت تحكم في الدبابة سهل جدا مقارنة بوزن الدبابة وحجمها الكبير ولكنه على الرغم من كونه تحفة هندسية اللي انه كان كابوس ميكانيكي اذا حصل فيه اعطال طبعا بتكلم عن اعطال بتحصل في ظروف المعارك والعمليات مشاكل الدبابة طيجر ظهرت مع استخدام المحرك الدبابة استخدمت محرك مايباق قوته 700 حصان ولكن كان اضاء ضعيف مقارنة بوزن الدبابة واللي كان 56 طن ولكن كان ده افضل محرك متوفر للألمان في الحرب العالمية التانية وبشكل عام اقوى محرك يتوفر في الحرب العالمية التانية كان قوته 750 حصان اي نعم ان المحرك كان مصدر مشاكل واعطال بالنسبة للدبابة الطيجر ولكن السبب الرئيس الاعطال للدبابة الطيجر كان نظام الساسبنشن او نظام المساعدين نظام الساسبنشن او المساعدين الموجود في الدبابة الطيجر كان مسؤول عن تدمير اكبر عدد من الدبابات في المعارك الدبابة طيجر كانت اول دبابة المانية تستخدم الوفرلابنج ويلز او العجلات المتدخلة مع بعض النظام ده كان موجود في السيارات المدرعة المانية من البداية ولكن الطيجر كانت اول دبابة تستخدمه وملخص النظام ده ان عيوبه اكتر من مميزاته وهنا اول درس عملي في حلقة النهاردة هو الاعتماد على الحل العملي مش الحل المثالي الحل العملي اللي قدر استخدمه كل يوم بشكل عملي بنسبة أعطاء القليلة أما الحل المثالي فهو الحل الأمثل على الورق ولكن تنفيذه صعبة جدا في أرض الواقع دايما الصحة أنك تستخدم الحل العملي وليس الحل المثالي أما المهندسين الألمان فعملوا العكس بالزبط واستخدموا الحل المثالي على الحل العملي مميزات الأوفرلابينج ويلز أو العجلات المتدخلة هي أول ميزة هي أداء أفضل على الطرق الغير ممهدة وده فعلا بيقدم أداء أفضل للدبابات والمدرعات الألمانية مقارنة بباقي دبابات الحلفة ضيف على كده أن لو واحدة من العجلات اتعطلت فالدبابة بتكمل عادي لأن بيكون فيها ثلاث صفوف من العجلات خلصنا المميزات ندخل بقى في العيوب واللي عددها أكبر بكتير أول عيب أن النظام ده معقد جدا ومكلف جدا في التصنيع وما تقدرش تنتج عدد كبير من الدبابات ده سببه وبالنسبة لسيانته فكانت عبارة عن كابوس ميكانيكي لأن تغيير عجل واحدة من العجلات بيحتاج إلى تغيير تسع عجلات معاها لكن النقطة الأخطر أن النظام ده حساس فلو الدبابة اتعرضت للجليد أو للطين أو الوحل فده بيقدر إلى تعطل النظام بالكامل الجليد أو الطين أو الوحل يبقى احنا بنتكلم عن الاتحاد السوفيتي وعلى عكس المعلومة المنتشرة في السبب الأكتر في تعطل الدبابات الألمانية على الجابهة الشرقية ما كانش الجليد وإنما حاجة اسمها راسبوتيتسا والراسبوتيتسا هي كلمة روسية بترمز إلى المطر الموسمي اللي بيحول الأرض إلى مستنقعات وحل وطين مستنقعات وحل بتخلي تحرك الدبابات أو المدرعات أو أي مركبة أمر مستحيل زي ما هو واضح في الصور الراسبوتيتسا كان هو العدو الأكبر للدبابات والمدرعات الألمانية على الجابهة الشرقية لان على النقيد السوفيت هما بيصمموا دباباتهم كانوا حطين في حسابهم الراسبوتيتسا وكل عوامل التعارية القاسية اللي موجودة على الجابهة الشرقية اما الالمان فكانوا بيحاول يصنعوا تحف هندسية وحلول مثالية بعيدة عن العالم الواقعي معظم الدبابات الالمانية من تراث طايجر لم تدمر بسبب دبابات العدو انها بسبب تعطو نظام المساعدين والعجلات لان زي ما قلت تغيير عجلة واحدة بيحتاج الى تغيير 9 عجلات يعني كابوس ميكانيكي وانت دايما في حالة حرب وظروف معارك وعمليات فكان قطقم الدبابات الالمانية بيضمروا الدبابة قبل ما توصل للعدو في حالة ما قدروش يصلحوا مشكلة العجلات ونظام السسبنشن ده طبعا غير مشاكل المحرك بسبب وزن الدبابة واللي وصل 56 طن تكلفة انتاج دبابة طايجر واحدة تسوي تكلفة انتاج دبابتين بانزر فور واربعة من مركبات اللي استج وغير التكلفة طبعا تعقيد الصناعة والتكنولوجيا واللي صعب الانتاج لدرجة ان المانيا انتاجت بس 1347 دبابة طايجر وده عدد قليل جدا على الهدف الاساسي من الدبابة وهو الطايجر كانت سلاح حجومي وكانت هي راس الحربة بالنسبة للقوات المدرعة الالمانية الطايجر كانت هتكون في كتائب دبابات ثقيلة مستقلة متوزعة على فرق الدبابات الالمانية كل كتيبة مكونة من 45 دبابة والكتيبة دي كان مفروض تكون راس الحربة اللي بتختارق صفوف العدو ودفاعاته تفتح الطريق للدبابات المتوسطة ولكن بسبب التكلفة وتعقيد الدبابة الانتاج بدأ في شهر اغسطس 1942 بمعدل 25 دبابة شهريا واعلى معدل كان في ابريل 1944 وهو 104 دبابة وهنا ظهرت مشكلتين لالمانيا المشكلة الاولى ان معدل انتاج الدبابة طايجر كان قليل جدا مقارنة حتى بمعدل انتاج المانيا في الدبابات وبالتالي ما توفرتش بأعداد كافية لدرجة ان اكبر عدد من دبابات الطايجر كان في الخدمة الفعلية في اي وقت من الحرب كان 671 دبابة على كل الجابهات وده رقم ضئيل جدا لما تعرف ان السوفيت انتاجه اكتر من 100 الف نسخة من التي 34 والامريكين انتاجه اكتر من 50 الف شيرمن المشكلة التانية والاخطر ان الطايجر سلاح هجومي ولكن لما دخلت الخدمة في الجيش الالماني بأعداد كافية وده ما حصلتش غير سنة 1943 كانت المانيا تحولت للدفاع وبالتالي اكبرت افضل دبابة في الحرب العالمية التانية انها تتحول الى سلاح دفاعي وتعمل نفس دور الاستاج يعني الطايجر تحولت من دورها الهجومي الاساسي الى دور الاستاج ولكن اغلى اربع مرات من الاستاج اخطر مشكلة تعرضت لها الدبابة الطايجر انها دخلت الخدمة بسرعة بدون اي اختبارات وبالتالي الالمان بدوا يصلاحوا العيوب والاعتار اللي بتحصل من خالي التجربة العملية في المعارك ودي كانت نفس مشكلة الدبابة البانفر اول انتاج كان في اغسطس 1942 واول مشاركة كانت في معارك لينينجرات في سبتمبر 1942 يعني بعدها بشهر واحد بس من الانتاج وكما هو متوقع فالاداء كان ضعيف لان ما كانش فيه اي اختبارات للدبابة ولكن للتوضيح الاداء الضعيف كان اداء المحرك ونظام السوسبنشن والعجلات اما المدفع وانظمة التصويب كانت الافضل على الاطلاق وقتها في الحرب وما ادرتش اي دبابة للحول فان هي تضاهي الطايجر في قوتها لحد دخول الدبابة الامريكية ام 26 برشنج للخدمة سنة 1945 في الدسمبر 1942 الدبابة طايجر بتدخل الخدمة في شمال افريقيا بقى عديد وليلة جدا ولكن كانت متأخرة جدا علشان تعمل فرق ولكن الاستخدام الاكبر والمشاركة الاكبر ونسبة الخسار الاكبر للطايجر كانت في اكبر معركة دبابات في التاريخ وهي معركة كورسك في يوليو 1943 ومن خلال معركة كورسك ظهرت عيوب تعقيد صناعة الطايجر بشكل واضح جدا اغلبت دبابات الطايجر اللي اتدمرت في معركة كورسك او بعد كده كانت بسبب عدم قدرة فرق الصيانة على تصليح الدبابة او سحبها وليس بسبب دبابات العدو نظام السوسبنشن او المساعدين المعقد جدا اثبت انه من الصعب جدا تصليحه تحت ظروف المعارك هتقول لي هنا مش قادر تصلح الدبابة اسحابها بعيد عن الجابهة علشان نقدر نصلحها الرد هنا ان المشكلة الاخطر في الجيش الالماني ان مركبات الدعمة كانت مصممة علشان تسحب وزن اقصى 30 طن 30 طن اللي هو وزن الدبابة بنزر 4 ولكن وزن الطايجر كان 56 طن وعلشان تسحب دبابة طايجر فيها عطلك اللازم على الاقل تستخدم مركبتين من طراز KFZ9 زي ما هو باين في الصور او انك تستخدم دبابة طايجر تانية علشان تسحب الدبابة اللي فيها عطل من المعركة يعني بسحب دبابة تايجر من المعركة علشان خليها تسحب دبابة تايجر تانية فيها عطل بعيد عن ارض المعركة وعلشان اصلا محرك تايجر ضعيف بالنسبة لوزنها فالدبابة التانية اللي كان بتسحب الدبابة اللي فيها عطل كان ممكن تعطل هي كمان لان المحرك السبعمائة حسن في موقف زي كده مضطر ان هو يسحب وزن اكتر من 110 طن نسبة الاعطال في الدبابة تايجر انعكست على نسبة الاعتمادية سنة 1943 كانت نسبة الاعتمادية في الدبابة الطيجر هي 36% ودي نفس نسبة البانثر وده لان الدبابتين دخلوا الخدمة بدون اي اختبارات وده مقارنة ب70% للبانثر فور والستج النسبة دي اتحسنت سنة 1944 وطبعا نسبة الاعتمادية على الجابها الغربية كانت افضل من الجابها الشرقية لان الطرق كانت افضل وجود الدبابة الطيجر في اي جابها كان سبب قلق ورعب كبير جدا لدبابات الحلفة وده لان المدفع عيار 88 كان يقدر يصيب اي دبابة من دبابات الحلفة على بعد 2 كيلو متر في حين ان مدى دبابات الحلفة كان اقصى 1 كيلو متر وضيف على كده ان الدرع الامام للطيجر كان مانيع ضد كل الدبابات الحلفة المتوسطة ولكن لحصن الحظ الدبابة كانت موجودة بقعداد قليلة جدا علشان تعمل فرق في المعارك نقولها بطريقة تانية لو الدبابات الحلفة اصطدمت بالطيجر في المعارك فده علشان حظهم سيء مش علشان الدبابة منتشرة ولكن وجود دبابة طيجر واحدة بس في القطاع كانت كافية ان هي تسبب رعب الكل لدبابات الحلفة وكاستجابة سريعة من الحلفة فبريطانيا طورت الشيرمن فاير فلاي وهي نفس الدبابة الشيرمن ولكن تم تغيير المدفع بمدفع اقوى واجبر عشان يقدر يواجه الطيجر بالنسبة للسوفيت طورت دبابة تي 34-85 وهي دبابة تي 34 مزودة بمدفع 85 ملي ولكن ما كانش حل كافي فطورت دبابات الثقيلة من طراز IS-2 بمدفع 100 ملي متر وبعدين IS-3 بمدفع 122 ملي متر الدبابات السوفيتية الثقيلة امتلكت مدفعية اكبر من مدفعات الطيجر ولكن برضو الطيجر تفوقت عليهم وده بسبب انظمة اطلاق النار والتصويب الافضل اللي موجودة في الطيجر بالاضافة الى تدريب اطقم الدبابات الالمانية يعني حتى الدبابات السوفيتية الثقيلة ما قدرتش نهاية تضاهي الطيجر اخيرا بيظهر منافس قوي للطيجر سنة 1945 بدخول الدبابة الامريكية M26 Pershing للخدمة بدرع ماء السميك ومدفع عيار 90 ملي وانظمة توجيه واطلاق نيران مشابهة للطيجر الجزء ده من الحلقة هيدائي كتير من عشاق المانيا ولكن زي ما قلت في اول الحلقة احنا بنحكم حكم منطقي عقلاني بعيدة عن العواطف ونرجع لأول الحلقة مرة تانية ونقول الطيجر كانت تحفة هندسية كابوس ميكانيكي نجاح تيكتيكي فشل استراتيجي على مدار الحلقة انا قدرت اوضح نقطة تحفة هندسية وكابوس ميكانيكي دلوقتي وبالارقام هنقول لي الطيجر كانت نجاح تيكتيكي ولكن فشل استراتيجي بدون شك مدفع 88 ملي الالماني كان سلاح فتاك الطيجر كانت مسؤولة عن تدمير حوالي 10 تلاف دبابة والاحصائي دي بتشمل الدبابتين طيجر 1 و 2 وده مقابل تدمير 1500 دبابة من الطرازين مع بعض يعني كده الطيجر حققت نسبة قتل او كير ريشيو 10 الى 1 وده معناه تدمير دبابة طيجر واحدة قصاد كل 10 دبابات للحلفة ده كده رقم ممتاز الاجابة لأ لانك لما تقارن الطيجر بالستوج واللي كانت مبنية على شاسي البانزر 3 هتلاقي ان تكلفة دبابة واحدة طيجر تبني 4 من الستوج المانيا انتجت 12000 نسخة من الاشتوج وكانت مسؤولة عن تدمير اكتر من 20000 دبابة للحلفة ده غير الادوار التانية اللي قامت بها الاشتوج على مدار الحرب واللي الطيجر ما تقدرش تعملها المركبة الاشتوج كانت عبارة عن دبابة بنزر 3 بدون برج دبابة وكان دورها دفاعي بشكل اساسي واستخدمت بشكل اساسي في اسلوب الكمائن لتدمير دبابات الحلفة لانها كانت هدف صعب اصابته كانت اعتمادية جدا وتكلفة انتجها وصيانتها سهلة على العكس الطيجر الطيجر سلح هجومي ولكن لما دخلت الخدمة مع المانيا كانت المانيا تحوالت الى الدفاع وبالتالي الطيجر استخدمت في الدفاع وده مش الدور اللي هي تصممت علشانه من البداية واستخدمت بنفس اسلوب استخدام اللي اشتوج وهو اسلوب الكمائن يعني الطايجر تحولت الاشتاج بس بتكلفة اغلى اربع مرات ضيف على كده ان استخدام الدبابة الطايجر باسلوب دفاعي ادى الى نسبة اعطال اكبر لان الدبابة كان لازم تتحرك كتير علشان تسد الثغرات اللي موجودة في الدفاعات الالمانية وده مش الغرض الاساسي اللي الدبابة الطايجر اتصنعت علشانه وده هيوصلنا للدرس العامل التاني في حلقة النهاردة وهو درس التوقيت الاهم من الخطة الصح انك تنفزها في التوقيت الصح المانية اتأخرت كتير في تطوير الدبابات الثقيلة فلما دخلت الدبابة طايجر للخدمة كانت المانية تحولت الى الدفاع وبالتالي الدبابة طايجر تم استخدامها باسلوب دفاعي وده مش الاسلوب اللي هي تصميمت علشانه من البداية وضيف على كده ان هي ما انتجتش باعداد كبيرة علشان تعمل تأثير في الحرب وعلشان كده نجحت تكتكيا في المعارك اللي شاكت فيها ولكن فشلت في تغيير مصاري الحرب بالنسبة للمانية طيب طالما الدبابة طايجر فشلت ايه الصح اللي كان مفروض المانية تعمله بداية من سنة 1943 لما المانية لحظت انها تحولت الى الدفاع كان مفروض توقف انتاج الدبابات الطايجر وتركز كل مجهودة على انتاج الاسلحة الدفاعية وعلى رأسها الاشتوج ولو هتصنع الدبابات فتصنع الدبابات بانزر 4 او البانثر لان البانثر كانت افضل من البانزر 4 وتكلفة الانتاج واحدة لكن ده ما حصلش والمانيا قصرت على انتاج الطايجر 1 وبعدين زودت الامور سوءا بانتاج الطايجر 2 لان الطايجر 1 كانت الى حد ما نجحة تيكتيكيا اما الطايجر 2 فكانت فشل تيكتيكي فشل استراتيجي بس قبل مقفل لازم اكد على الدرسين العمليين المهمين المستفادين من حلقة النهاردة الدرس الاول ركز على الحل العملي مش الحل المثالي الحل العملي هو الحل اللي تقدر تنفزه يوميا بشكل عملي وتفادى الحل المثالي انه بيكون مثالي على الورق بس الدرس التاني التوقيت هو اهم شيء الاهم من الخطة الصحة هو التوقيت الصح لو عملت الخطوة الصحة او الخطة الصحة في التوقيت الغلط فملهاش اي لازمة ودول الدرسين العمليين المهمين المستفادين من حلقة النهاردة وكالمعتاد وتنفيذ للقناة بريتو لو عجبك 20% من الحلقة دوس لايك ما تنساش واشترح في القناة اليوتيوب او اعمل فلو صفحة الفيسبوك والاتنين بنفس الاسم وورباس بالعربي لكن دائما اهم حاجة عندي هي رأيكم في الكومنتات لان رأيكم فرصة كويس التبادل يا رأي والافكار وبيساعدنا على تحسين مستوى المحتوى واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة كل يوم جمعة واثنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته